الحمد لله رب العالمين الحمد لله رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة ليلة الثانية والعشرين من جماد الأولى لعام ست وثلاثين واربعمل ألف الموافق ليلة الثالث عشر من الشهر الثالث لعام خمسة وثلاثين خمسة عشر وألفين وما زلنا في باب ما جاءنا الغلوة في خبر الصالحين يصيرها أو ثاني تعبد من دون الله ووقفنا على قول الله عز في الباب قول الله عز وجل في الباب قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله عز وجلنا والشيخنا والحاضرين قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة سؤال ما المقصود باللات والعزة واذكر مناسبة الآية للباب الجواب اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعتث على قبره والسويق دقيق الحنق أو الشعير ولته بله بالسمن أو المال والمعنى أن هذا الرجل يطعم التجاج السويق فلما مات غلوا فيه لصلاحه فعتث على قبره حتى عبده وصار قبره وثنا من أوثان المتركين وقيل اللات صخرة بالعبد الطائف كانت تعبد من دون الله كما تقدر والعزة شجرة بواد نخلة بين مكة والطائف كانت العرب في جاهليتها يعظمونها ويفتخرون بها فلما ظهر الإسلام قطعت تلك الشجرة وزيلت هي وغيرها مما كان يعبد من دون الله ومناسبة الآية للباب أن تعظيمة الجاب الصالحين والغلوة في قبوره والعكوف عليها يؤدي إلى الشرك المنافي للتوحيد نعم يقول الله عزيزة فرأيتم اللات والعزة هذا استفهام أخبروني عن حال هذه الأصنام والأوثان التي اتقدت من دون الله عز وجل مستنكرا عليهم كيف اتخذوها من دون الله تبارك وتعالى يعبدونها ويقدموا لها أنواعا من العبادة التي يجب أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له والشيخ أورد هذا هذه الآية في هذا الكتاب الشيخ يسمى محمد الله ورحمة الله ورحمة الله يبيان أن المشركين الأوال غلوا في الصالحين وبعد غلوه في الصالحين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى يقول اللات رجل صالح كان يلدته السويق أو السويق للحاج فمات فعكفه على قبره والسويق دقيق الحنطة أو الشعير هذا قول بأن اللات صنم يُعبد من دون الله عز وجل أصله رجل صالح كان كريما يكرم الحجاد ولدتم لهم السويق أو السويق ويطعم الحجاد فعظموه لكرمه وحسن خلقه وأعطائه هذا الطعام للحجاد الضول الثاني أن اللات اسم صنم اشتقى له من اسم إيش من اسم لله يسموه اللات على كل هذا أو هذا لكن تفسير أنه رجل صالح هو المناسب لهذا الباب والعزة كذلك صخرة أو شجرة كانت تعبت من دون الله عز وجل يقول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالث الأخرى قلت لكم حتى تحفظوا طائف مكة المدينة صح ليس هذا طريق هكذا طائف مكة المدينة أفرأيتم اللات اللات كان عبدها قوم من أهل الطائر أفرأيتم اللات والعزة أهل مكة ومنات الثالث الأخرى المدينة هذه كلها كانت تعبت من دون الله عز وجل سواء كانت أوثان والأحجار والأحجار كلها تُقِذت من دون الله تبارك وتعالى وجاء الإسلام برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطالها وقد أُزيلت بحمد الله عز وجل طيب استمر قال وعلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرع رواه أهل السنة وصححه شيط الإسلام المتينية والسلوطي سؤال قلقوا بحكم زيارة القبور وما يفعل عندها الجواب زيارة القبور حرام على المساء لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وأما في حق الرجال فهي على نوعين مشروع وممنوع أما المشروع فهو زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير سفر لأن يزورها المسلم فيدعو لأهلها ويتذكر لآشرة وأما الممنوع فهو نوعان الأول شرك أكبر فدعاء أهل القبور والاستضاكة بهم وطلب الحوائج منهم الثاني وسيلة إلى الشرك كالتمسخ بالقبور والصلاة عندها وإصراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة وهذا النوع محرم طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حد بن عباس أو يقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور هنا يخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعنة على زائرات القبور هذه الحديث جاء بلظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ذاك وقع الخلاف هل يجوز النساء أن يزرن المقابر أم لا فمن الله أهل العلما قال لا يجوز مطلقا منهم شيخنا يقول حتى المرأة ما تتقصد إذا وصف المزل النبوي أن تذهب إلى قبر النبي وصاحبي رضي الله عنهما لهذا الحديث فلا يجوز مطلقا للنساء أن يزن القبور وقال بعض العلم من المعاصم الشيخ للباني يجوز والحديث الصحيح الثابت زوارات وزوارات هذه الصيغة مبالغة يعني لا تيكثرنا من الزيارة فلو زارت أحيانا فلا بأس فوقع الخلاف هل لا يجوز مطلقا أو يجوز أحيانا والمحظور هو كثرة الزيارة السلامة من هذا يا شيخوان السلامة عدم الزيارة مطلقا ولماذا تزور المرأة وتدخل في مسألة يمكن تدخل في لعلة الله ويمكن لا تدخل لا تزور مطلقا لا سمع أن النساء أصل المرأة فتنة وإذا فتح الباب للنساء يعني يزن المقابر يصحب شيء من الاختلاق وشيء من التبرد كما المرأة عرضها للانهيار والنياحة والإغماء وعدم تحمل الموقف لا شك أن السلامة في مثل هذه المسألة عدم الزيارة مطلقة وهذا الذي ننصح به النساء ثم ما الفائدة من زيارة المقابر للمقابر تقول لك أدعو له طيب الدعاء يتوجه به لمن لله أصلاً أقرب ما يكون عنه ربي وهو وهو الساعة يا أخوان حتى لأن المسلم ما حدد قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر قريبه ليس بلازم المهم أنك تدعو لوالديك تدعو الأموال تدعو الأحياء الدعاء ذات عبادة أنت تتعبد الله بالدعاء ليس بضرورة أن تذهب وأن تعين قبراً وأن تشيده وأن تضع له علامات وتكتب عليك هذه ستتقع في كثيم البدع التي فيها نص في النهي عنه نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم على البناء على الخبور وكتابة عليه فالمية تنتفع ماذا يا أخوان من الدعاء والدعاء في أي مكان تدعو الله عز وجل فأقرب ما يكون عد من ربه وساجه كلما تذكر والديه أحياء وأموات يدعو لهم أما ما يفعله كثير من الناس فهذا غلط ولذلك تجد يكثر هذا أين يا أخوان عنده البداء عند الرافضة تعظم الخبور وتشييدها وإيقاد السرد عليها وغير ذلك مع أنها فيها حديث وصريحة وصريحة ونهي فأهل السنة الحمد لله عز وجل هذا من توفق الله عز وجل وفق من يشاء انظروا للمقابر في المملكة بعد قيام الدولة السعودية الثالية تجد عدد أي قرية تدخلها أي مدينة وانتمار تجدها متصائفة شكلها واحد حتى قبور الملوك واحد بل في صور قديمة بالأسفل الأبيض كما يقال للبقيع قبل تولي هذه الدولة القائمة اليوم في عيش الحجاز البقيع من مقبرة من مدينة تجد فيها قباب وحاجات وحجر وغرف هذا كله يا أخوان جعلوا هقا على الصفصة سووه بالأرض تماما وجعلوا قبور عادية جدا فتنة عظيمة القبور كثير من بني آدم يقع في الشرك الأكبر المخلن من ملة الإسلام الموجن بالخلود في النار والحرمان من الجنة مطلقا بسبب القبور مع أن الأموات بحاجة الأحياء أكثر من حاجة الأحياء الأموات ممكن الإنسان يحتاج الميت آثار الميت اللي خلفها كالعلم مثلا أو المال أو نحو ذلك اللي خلفها أما بعد ما مات فهو بحاجة ماسة إلى دعاء الأحياء من البداية من الآن يموت هو بحاجة إلى من يجرده من ثيابه ويغسله ويكفنه ويحسن إليه ويقدمه للصلاة ويصلي عليه ويدفنه ويلحده ويدفنه ويدعو له بعد ما يصرف من من دفنه ويدعو له حتى يتوفاه الميت بحاجة إلى الحي لكن انظر منذ قرون والناس مفتونين في ماذا في الأموات والقبور والصالحين طيب يقول ما حكم زيارة القبور وما يفعل عندها زيارة القبور حرام على النساء لأنه صلى الله عليه وسلم لعنة زائرات القبور كما قلت لكم أن الحديث مروعش بلغ زوارات فحمل ذلك بعض العلم على أن المراد الكثرة لكن حتى الكثرة وقلة هذه طيب لا تنضب طيب امرأة تزور كل أسبوع تقول لا ليس بكثير لا كثير لا قليل أو تزور كل بالشهر مرة يعني بالسنة راح تكون زارة 12 مرة كثير ولا قليل هل ستدخل في زوارات ولا في زائرات يعني عطني الحد اللي نقول عنها الزائرة ولا زوارة كل مسر فيها لعن فيها طرد من رحمة الله لا المرأة ليست في حاجة لهذه ليست في حاجة لهذه طيب ثم يقول يعني وأما في حق الرجال فهي على نوعين مشروع وممنون طيب المشروع فهو زيارة القبور على الوجه الشرعي جميل لما قال على الوجه الشرعي خرجوا من ذلك ما كان على غير الوجه الشرعي كما فعلوا بعض الناس يذهب للقبور ربما ليلا وربما يدخل في أحد القبور وربما ينبطح في في اللحظ وربما يقول قصائد وربما يجمع شباب صغار ويوعظهم ويبكي ويتباكى وربما يدخل داخل القبور يعني الموعظة تعال صوروني هذا كله موجود ادخل وشوف كلمة وين داخل القبور ولا نايم داخل القبور ولا بعضهم روي عنه انه حفر قبرا في بيته وينام في كل يوم ثم يقول رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك ثم يقول نفسه ها رجعت يا نفس يا الله اعملي صالحا لما ذكر ذاك الشيخ الثمين قال هذا يعني عاقل ولا مجنون عاقل ولا مجنون ثم يقول شيخنا رحمة الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروها ما قال ناموا فيها قال زوروها ما قال ناموا فيها كلام جميل ثم هذا الذي يريد أن يتعب سبحان الله ما يتعب إلا ذنام وقد ينام في القبر فينهد عليه القبر وهذا حدث في ناس يذهبون يدفنون ميت دفن عادي ميت 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 حقيقة وهم في الدفن وإلا القبر يسقط فيه طيب افردنا هذا الحي جاي يتعب يتدرب ها فقط عليه ومات من أمرك بهذا سبحان الله ربما لو أمروا لو أمروا بذلك لا تقاع أسعر هذا أمر غريب عجيب في كثير من الناس إذا أمروا بشيخها له وإذا نمعا شي فعل والموفق من موفقه الله عزيزي يستقيم على أمر الله فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت أمرنا على سبيل الاستحباب زيادة القبر لماذا؟ قال فإنها تذكركم الآخرة وفي حديث فإنها تذكركم الموت ولا داعي لإنبطاح فيها ولا إيقاد السرز عليها ولا زيارتها ليلة تعمل ذا ولا هذا كله بعضهم يزورهم في العيد صدق في العيد اذهب إلى شارع المقبرة شوفوا الزحمة الشي اللي صاير والعالم كلهم صاير وين نعايد على الوالد شين نعايد على الوالد هان من المحدثات تخصيص يوم العيد يعايد على الأموت وله عندهم يعني هذا زيادة بر ربما يتنازع بعض الأخوة يقول أنت أبوك ما تزوره من متى أنت ما زرته كم عيد مر عليك ما زرته وذلك اللي ما يزوره عس أننا ما زر وهذا يعيره لماذا ما كم عيد مر عليك ما زرته أبوك يقول على الوجه المشوع من غير يسفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد رحالي غير ثلاث مساجر يسافر يتعنى ليزور القبر لا وذلك أهل السنة نبهوا على أمر مهم جدا أنك إذا سافرت إلى المدينة فليكن قصدك ماذا أن تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نظر إلى حالة حالة المسلمين ها رايح المدينة طيب سلمني على الرسول سلمني على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قد وكل الله ملائك يبلغون السلام أينما كنت ولو في الفضاء ولو في المحيط ولو في آخر قارات إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد وكل ملائك يبلغون سلام أمته إليك صلى الله عليه وسلم ما في داعج واذاك الصحابة لماذا نقوم عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الصحابة كان واحد منهم اللي بعيد عن المدينة يقول حق واحد سلمني على رسوله لا والله واللي قال انهم كيفين عن ذلك فليأتيه بالبرهار قل هاتوا برهاركم كنتم صادقين فهذا لم يرد أبدا وأسوأ من ذاك انه يذهب إلى القبور سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره فيدعو من دون الله ويطلب منه العفو والسماح هذا الشرك باللعزة كما سيبين الشيخ يقول من غير سفر بأن يزورها المسلم فيدعو لأهلها ويتذكر الآخرة يدعو لأهلها يعني أقل دعاء أن يسلم السلام دعاء السلام دعاء والسلام أمره عظيم عظيم جدا فالذي يسلم على أخيه المسلم يفعل أشياء عمال صالحة ليست واحد ولا اثنين وثلاث ولا أرض أكثر أول شيء أنه يطيع الله الذي أمر بالسلام بان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه السلام ثالثا هو يذكر الله أليس السلام اسمه من أسماء الله عز وجل ثالثا رابعا هو يثبت اسم لله عز وجل أثبته الله نفسه للسلام ذكره في القرآن مرة واحدة في قوة تعالى والله الذي لا إله له الملك الخدوس السلام كم وصلنا خامسا هو يدعو الله لما يقول السلام عليكم يدعو الله والدعاء عبادة الدعاء هو العبادة سادسا هو يتوسل إلى الله باسمه السلام ولله الأسماء الحسنى فادعوه بي فأنت تختار السلام متوسلا إلى الله عز باسمه السلام أن يسلم أخاك المسلم سابعا هو يتعبد الله بهذا السلام فإذا قال السلام عليكم لو عشر حسنات ورحمة الله كم عشرون وبركاته ثلاثون كم وصلنا ثامنا أنه يعني يؤلف القلوب وتزداد المحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفشوا السلام بينكم فتحصل المحبة بين المسلمين في السلام عشر إذا حصلت المحبة يحصل الإيمان الحديث نفسه لا تدخل جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم كان من عمر يغدو إلى السوق يغدو إلى السوق يعني يذهب صباحا ومعه خادمه فلا يقف على بيع ولا سوم لا يشتري ولا يقول بكم وقال له خادمه وقال له خادمه يرحمك الله تغدو السوق لا توقف على بيع ولا سوم فقال إنما نغدو للسوق من أجل السلام رايح هنا فقط نسلم شيء عجيب السلام كم من إنسان غاضب تدخل عليه تقول السلام عليكم أهباء كثير من الغضب ابدأوا بالسلام عاشراً مدى تاسعاً السلام هذا يدلك على ماذا على أنه ليس في النفس الشيء لأنه أول مظاهر القطيعة عدم السوق صدق حتى السلام ما يرد عليه أول هذه مر ما سلم أو سلم ما رد عليه لكن إذا سلمت ورديت هذه أول مظاهر القطيعة ترك السلام وأول مظاهر الألفة السلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلوا مسلمين يهجر أخاه فوق ثلاثة ليالي يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام ما أجمعه لو أنك تتصع على واحد من الزمان ما اتصلت عليه فقط تقول السلام عليكم حتى يقول كيف وإيش أخبارك طيفة أنا آمر تفاجز يقول الله والله ما عندي شيء فقط تذكرتك حبيت أسلم عليك أوه كبيرة هذه خلي سويها باعك واحك واحد شوف شكبرها أو يعملها مع واحد يقول والله الصدق جزاك الله خير أنك نكطيب منه أنت بديت أنا نعسي كنت أذلك الله خير أنك جميلة جدا السلام عجيب عبادة عظيمة عبادة عظيمة عبادة أكرمنا الله عز وجل بها من ذلك أن الإنسان المسلم يذهب إلى المقابر يسلم على الأموات يعني يدعو لهم كما قلنا يدعو الله ويتوسل باسمه السلام ويدعو لهم بالسلامة شيء عظيم هذا لكن هل يسمعونه ولا يسمعونه الصحيح أنهم لا يسمعون ولا دليع أنهم يسمعون نعم ورد لا دليل لكن لا يثبت والرسول صلى الله عليه وسلم خاص هو الذي يبلغه سلام أمته أما الأموات فإن الله قال إنك لا تسمع الموت وقال وما أنت بمسمع من في القبور وما جاء أنه يسمع قرع النعال أو أنه قتل بدر في القليب سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سمع خاص أما ادخل وسلم ويسمعك هذا اللي جعل الناس يذهبون للقبور وقال يستانس لما يجيه وسلم عليه ويقول الأموات حتى النساء يذهبن لماذا تذهبين قالت يقولون أنه يسمع ويستانس ويجيئت له لا 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 ما فيه إداري على هذا ومن اللطائف الجميلة أن ذكر ابن القيم في كتاب الروح وكتاب مشكوك كان هو صحة نسبته إلى ابن القيم وقيل أنه حتى لو صح هذا قبلا أن يسلك المسلك الصعيح لأهل السنة لأنه كان قد وقع في التصوف ثم هداه الله كما هو يصرح بالشيخ السامة رحمة الله وهذا ثمرا من ثمارات من ثمارات شيخ الإسلام ابن القيم هذا الإمام العظيم المهم أنه قال أن يعني لابد أن يكون الميت يشعر بالزائر وإلا ما معنى الزيارة إذا كان الميت لا يشعر فالشيخ الألبان رحمة الله علق عليه قال ما هكذا عودنا بالقيم رحمة الله عودنا بيمتثل النصوص ولا يعمل العقل هكذا عقليا أن الميت يشعر بك ويسمعك لأن ما فارز الزيارة إذا كان واحد ما يشعر قال هذا عالة من القيم نصوص تكلم بالنص فالمهم قال هذا إذا ثبت على من القيم وقال نقول أنها يحتاج إلى نص هذا أمر غيبي أنه يشعر بك أو لا يشعر بك الميت نحتاج إلى نص أنه يدل على ماذا على أنه يشعر بك لا يعني أنك تعللها تقول ما فائدة الزيارة إذا كان إذا كان لا يشعر بك قال ولذلك نظير هذا هناك من يزار ولا يشعر بك من الكعبة يا أخوان الكعبة الكعبة تزار أصلا ما معنى العمرة لغتها العمرة الزيارة وسمية العمرة عمرة لأنه يزور بيت الله وهل تشعر بك ها هل تقول كيف حالك يا كعبة والله بخير الحمد لله ما تشعر بك ومع ذلك يشرع زيارتها فليس بالضرورة أنه لأنه يزار فهو يشعر أو يعلم عن زيارة كلا فالمقصود أن الميت بحاجة للحي يزوره ليدعو له سلم عليه على المقابر من المسلمين والمؤمنين السابقين أنتم السابقين إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لأنه لكم العافية فهو سلام ودعاء والسلام نفسه دعاكم طيب كذلك يحصل أيضا المسلم أن يتذكر الآخر والله مصير الجميع شيء تام كله نفسا دائقة الموت يعني لو يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله يعني جايك الدور جايك الدور المسلم يعتبر يشوف الخبر هذه تذكروا كلما تقدم في السن كلما زادوا معارفة الأموات فلان وفلان 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 يعني الشاف الصغير ما يعرف ناس موت كلما تقدم السن فيه صار معارفة حتى يأتي زمن يمكن ما ينظر أحد من جيله والله أذكر مرة عبرم العبر رحمة الله روادي على الموت المسلمين قال خذني ذهبين إياه دواني يسمون دواني ترولان الحي الشرقي الشرقي يعني أنها أبوي من هذا الشرق فهيزئرون الشيبان قدامه دواني لحدها موجودة تاريخيا سرحت هنا كلها كم واحد يسأل بعض أبوي بحق الشيبان قال ما نذكر واحد وين فلان مات الله يرحمه وين فلان هم شيبان يقول كلما ذا كان نوع وين فلان مات الله ما دره لا من زمان مات الله يقول كل ربيع الأوليين كلهم ماتوا فلان مات أبوي يقول الرحمة أبوي عند أخوان خمسة هو سادس أربع أكبر مننا واحد أصغر مننا وسادس كلهم توفى الله يقول أخواني كلهم ماتوا باقي أنا أخو يوسف ما دع من المتقبل بعدين مات عمي يوسف بعدين آخر واحد مات هذا الدنيا لا تظن كستبقى لا تظن أبدا زيادة المقبرة من زيادة التي تضحي كل غش مرأ وين بعض الناس يدخن وبعض نطلع التلفون يسأل تعال المقصود أن زيادة المقبرة لدعاء الأموات للأجر لتطبيق السنة لتذكر آخر لتذكر الموت لا بد يكون الموت رهبة في قلوبنا نعلم ناس هذا اليوم كثت الهرج صار أصبح القتل هذا عاد لذكر قبل تقريبا 30 سنة أو أكثر قريبا 40 سنة قليلا نسمع بيت الفنان عندهم واحد مات بحالي الحين اللهم مستعان يكون كل بيت يا من نفس بيتهم يا قريبهم يا من كثرة الحوارث تعال شوف الحروض والقتل شيء عالم تموت ومع هذا ما نتعرض إن راح نموت مع هذا ما نتعرض تقصف فيهم يوميا المقصود أن هذا الموت حق يجب أن نتذكر دائما نجعل أصبع أعيوننا حتى نستقيم علامة الله حتى نجتد طاعة الله حتى نقصر المعصر الله تبارك وتعالى يزار المقابل لنتذكر الآخرة قال وأما الممنوع فهو نوعا أول شرك أكبر كدعاءه للقبور والاستغالة به مطلب الحوائد وهذه الفتنة العظيمة فتنة عظيمة لو نظرت في حال عالم إسلامي كم قبر يعبل من دون الله كم مزار يشيد كم وكم كثير وكثير جدا لا تنظروا إلى بلادنا هنا الكويت بل هذا البلد الصغير إنه ما فيه قبور تغلل من دون الله اذهب إلى سائل بلاد المسلمين انظر لا العراق ولا إيران ولا المغرب ولا السودان ولا مصر ولا الأردن ولا البحرين هالبحرين فيها قبور أيضا وسبحان الله فتنة عظيمة هذا القبور وتعظيمها حتى بعضها المدن أو بعض القرى يعرف أنهم من المدينة فلانية كيف يحلف إيش يحلف بالولي اللي مشهور البلدة هالفي لأن كل بلدة عندهم واحد ولي مشهور حتى يبقى البلد فلانية طنطة أي طنطة اللي فيها البدوي يعرف البلد بدوي بطنطة وتعرف الطنطة بالبدوي يعني هذه فتنة عظيمة إذا كانت الفتنة بهذا الانتشار المفروض تكون الدعوة أقوى وأقوى سمعت مقطع جميل عجيب الشيخ صار معدل يزال الشيخ الله يحفره ويا فقر الشيخ هذا عجيب والله يبارك فيه يتكلم عن التوحيد يقول التوحيد ينسى لا تقول درسنا التوحيد كذا خلتنا كم مرة بعد نريد التوحيد قال التوحيد ينسى يعني ممكن سأكون موحد مع الزمن ينسى التوحيد يضعف التوحيد في قلبه تذهب عنه مساء التوحيد تذهب عنه صور الشرك وسائل الشرك ثلاث درسه مرة واحدة لا يا أخي أكبر دليل أنك لو نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يقول باليوم لا إله إلا الله وفي كم مناسبة تقال لا إله إلا الله توجد في الليل في النهار في الصلوات في الأذان في الإقامة بعد الوضوء كله فيه لا إله إلا الله لماذا؟ هذا دليل أكبر على أن المفروض هذا التوحيد يكون نصبعين على طول حتى تدخل الإسلام بما لا يدخل الإسلام الرجل إذا يدخل الإسلام أن يشهد الله يرون محمد ورسول الله بما يخرج يحرص كل حرص أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله يعيء يدخل الإسلام فيها ويعيش عليها ويموت عليها ويدخل جنة بها التوحيد لا تقول لي والله درسنا خلصنا لي متى هذا والله ما يقول أنسان يعرف التوحيد والله ما يعرف قيمة التوحيد اللي يقول هل الرجل صلى الله عليه وسلم فتر يوم من الأيام عن التوحيد قلوا لي بس فتر يوم من الأيام عن التوحيد لا والله إلى آخر لحظة في آخر لحظات أنفاسه ويقول يحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد من أول ما آتى حتى ذلك العجيب أن كفار قريش يعني ما أكثر يعني بعد عشرين سنة ويزيد والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو من التوحيد وقاتلوا من أجل التوحيد ها توحيد وعرب خلص يعرفون معنا لا إله إلا الله فلما أسلم من أسلم منهم في يوم الفتح بعد دعوة عشرين سنة مروا بشجرة قال لها ذات النواط فقال لرسول الله اجعل لنا ذات النواط كبيرهم ذات النواط الواحد فكر يقول له مصلم عشرين سنة ندعوكم التوحيد قاتلتون نجل التوحيد قاتلوا الصحابة نجل التوحيد بدر من نجل التوحيد روح من نجل التوحيد خندق من نجل التوحيد الحديبية صديتوا المسلمين نجل التوحيد الفتح من نجل التوحيد لما دخلوا التوحيد وأسلموا مروا على شجرة فقال يا رسول اجعل لنا ذات النواط كم لهم ذات النواط وهكذا فعل من بنو إسرائي بعد هذه الدعوة بعد هذا التعذيب بعد القتل يذبع ابنائهم ويستحي نساءهم واغرق الله عدوهم وأنجاهم فمروا على قوم يعكفون على صنمن لهم قال يا أموس اجعل لنا إله كما لهم الله مرة نتصور هذا الموحد يقول لك على ماذا على ماذا يجعل لنا إله يجعل لنا الصنمن نعبد إذا على ماذا ندعوكم وما يدل لك على أن التوحيد ممكن خطر ممكن يفتلت منك والله بذاك ابراهيم عليه السلام حطم الأصنام حطم الأصنام اللي تعوي من دون الله وكان يقول في دعائه واجنبني وبنيا قالوا فمن يأمن على نفسه بعد ابراهيم والله لما حطمت الأصنام كانوا غائبين في يوم زينة راحين يوم عيدون يعصون الله ابراهيم عليه السلام نظر النجوم أوهمهم بأنه سقيم وهو سقيم نفسيا مش مش مع حسيا لا راغى إلى آلياتهم حطم الآلهة لما رجعوا وزدوها محطمة طبعا إلا كبيرا لهم الشاهد الشاهد لما رجعوا ماذا قالوا قالوا من فعل هذا بآلياتنا إنه المبالي على طول جايبا لهم من صبي التوحيد ذاك اللي على طول توحيد 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 ما في غيره ما فيه هذا اللي دائم يقول توحيد 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 قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له براهيم آلي دائم ينتقصهم يقول ما يفيدونكم ما يفيدونكم من أكثر من شيء عرفه عرفه به عرفه به والله جميلة تعرف أنك موحد تعرف أنك كله توحيد 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 يا السلام تعرف أنك أنت تعبد الله أحده لا شريك الله وتدعو لذلك وتمسك به وتريد أن تموت عليه وتلقى الله عليه عطلوا عطلوا شيء يحسن من هذا والله ما يوجد أي شي أعظم أن الإنسان يموت على التوحيد ويعرف بالتوحيد ويقول للتوحيد ومستعد أن يموت من أجل التوحيد وأن يلقى الله على التوحيد التوحيد خلقك الله من أجلي في شيء يحسن من هذا والله ما في شيء يحسن منه كم هو مخزي ان الإنسان يأتي ويعيب على الموحد لماذا يدعو التوحيد أو يكثر من التوحيد أو ما عند الله توعيد توعيد يا سلام التوحيد هو أصل كل شيء يعني ممكن كل شيء يستغني عن التوحيد إلا أنه لا شيء كل شيء يستغني عنه التوحيد إلا أنه ما في شيء يستغني عن التوحيد المهم أن الفتنة عظيمة في القبور فمن الناس يذهب إليها ويدعوها من دون الله عز وجل ويستغيث في القبور الثان وسيلة للشرك وسيلة للشرك ليس معنى أنه أخوان إذا قيل الشرك أصغر يعني صغير بن حلال لا والله أخوان هو يسمي أصغر لأنه قسيم للشرك الأكبر وله أكبر من كل الكبار أكبر من الفواحش ما ضارها منه ومباطن أكبر من عقوقه الوالدين أكبر من قتل الناس بغير حال أكبر من أكل الربا وأكل مال اليتيم وإنما سمي أصغر لأنه قسيم الشرك الأكبر ولذلك من أحسن ما عرف به الشرك الأصغر قيله ويش ما كان وسيلة إلى الأكبر ومن ذلك يقول ما كان وسيلة إلى الشرك كالتمسع بالقبور والصلاة عندها شوف الصلاة لله عند القبور وسيلة وإسراجها لما فيها من التعظيم والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة يعني لو بلغ رتبة العبادة كان يشمل قسم الأول اللي هو لكن إذا كان وسيلة ما زال ما وصل فهذا أيضا من الممنوع يقول وهذا النوع محارفة واعلى مبارك الله أن مقلة ما يوجد وقد لا يوجد لكن خلينا احتياطة أن هناك من يذهب القبور وتمسع بها ويطوف بها ويصلي عندها ويدعو الله عندها إلا ويكون نهايته وغايته وإيش أخوان يقع في الشركة الأكبر وإلا إيش المعنى أنك تروح هناك وتسافر وتكلم وإذا واجهتم بهذا وقد واجهنا بعضهم قال لا لأن مثلا احنا نروح للحسين لأن هناك عند المز حسين في فقرة أنت جاي 600 كيلو شائلك جاموس بسم منها عشان يذبحها عند القاهرة عند الحسين عشان فقرة يعني بالله عليك في بلدك ماك فقرة 600 كيلو ما في فقرة يعني جاي من أقصى الجنوب إلى القاهرة في هالجاموس تقول لي عشان فقرة هل اسمه ما حاكم في الصدر وكرهت أن والله يريد أن يتقرب إلى هذا الولي بعد لا المشكلة أنه ما في حسين في القاهرة حقيقة ما في مكذوبه مع ذاك حتى السجود سجود يسجد له من دونه والله واحد صور لي صورة حية قال شو شو والله يزيد السجود اللهم مستعد والله يقول لك لا عساس الفقرة لا والله لا عندك فقرة بل أن من العقل ومن الزوق ومن الشرع ومن قل ما شئ أنك تطعم ها الفقرة الأقارب الجنبك يا أخي راح تكرمنا أنا أسناك ما شئي لك 200 300 كيلو 500 كيلو تارك أن الناس ما يتجوع عندك أو يكادون كان ذبحت لهم ووكلتهم وشربتهم هذا كله غلط غلط كبير كبير جدا ما كنا صريحين بدعوة التوحيد ننقذ الناس لا نجاملهم لا نخاف منهم هم يشركون بالله ما يخافون ولا يجاملون الأسبوع الماضي في الدرس في درسي هذا أحد الأقوة جالس عني من قال اليوم اليوم رح طنطة أبو عبد الله اللي كان جالس يقول له في ناس عرس عندهم يقول له سيارة العروسين تفتر على ها قلت على القبو على المزار لماذا قال هذا يعني عشان يتبارك الزواج مو شرك طي الله وسيلة الشرك هذا شيء عظيم يا أخي المباركة من الله حتى يشرع للزوج أن يقال له بارك الله لك وبارك عليك يعني البركة من الله موش تروح تلف تلقى تلفتين هذه كلها تتسرب لأن بعض الناس الآن يقول ليش تدعو التوحيد شايف نها شايف قي قبور عندنا تعبد شايف يا أصنام تعبد والله يقول هذا الكلام فالرد عليهم اليوم يا أخوان الدنيا كما يقال صارت قرية واحدة ها الناس تسافر البلد اللي فيها قبور أهلها يسافرون البلد اللي ما فيها ما فيها قبور والبلد اللي ما فيها قبور أهلها أنتوا حسباكم يعني البلد هنا ما فيها قبور الناس ما تسافروا القبور والله من يبتلى بصرع ولا جن ولا سحر ولا كذا عوذ بالله ما يترك شيء قوله روح بلوشستان راح بلوشستان والله والله أعرف أعرف ناس الأشخاص يقول قال أنا بتوليت بحاجة أولادي بالبيت وزوجتي ما خليت شيء قالوا بلوشستان رحت بلوشستان بالجبال قالوا لي بعمان رحت عمان قالوا بأردن رحت الأردن قالوا أي شيء يقولون من الحاجة اللي أنا يشغل يعني لا وذلك لما نتحصن بالتوحيد والتوحيد والتوحيد لا تقول ما في قبور ما في أولياء ما في أصنان الناس أهل أهل البلد اللي ما فيها قبور ها سافرون وكم من إنسان في بلد ليست فيها قبور أخواله من أهل البلد فيها قبور ورايح راك اليوم ساعتين تروح تسافر قارة ثانية فيها قبور تروح بلد ناس إذا حصل ضيق يريد أن يعرف خبر غاب عنه من قتل والدي ولا أين فقدت ابنتي ولا حتى يتزود فلانا ولا عشان تحمل ابنتها ولا عشان تتزوج بناتها كل حاجة يعملون حتى لو قلهم ائتون بعراضكم والله يذبون بعراضي والله والله هذا أنا أسمع ناس موحدين قولوا الكلام قالي واحد في السودان قال والله عندنا في السودان ها هو اللي سمع المشايخ يبلغون درجة شيء ما تتفعل يعني البهاي ما تفعل قال والله إن الشيخ عندهم يأمرهم أن يفعل بهم اللوات فيستجيبون الله الشيخ ويجيبون نساءهم ويعطونه نساءهم هذا الشيخ ويضمن لهم الجنة يقول شيء أنتوا كلكم أنتوا كلكم مضمن الجنة ما دم تتابعوا طريقتي واحدا رأيت أرسلولي من السودان مقطع وحي يناقش ناس موحدين قال التجاني وعدنا بالجنة كلنا ليش أنتم ما وعدكم شيخهم بالجنة يطالع من الموحدين ما وعدكم بالجنة لحنا الشيخنا وعدنا بالجنة هكذا عندهم يا أخوان لا تقول لي ما في شرك يا أخي ما في شرك ليش إبراهيم عليه السلام يقول وجنبنا وبني هل نحن حققنا التوحيد أكثر من إبراهيم على السلام لا والله وين هذا إمام الموحدين حنيف المسلم وما كان مشرف رب العام زكاه هذا أبو الأنبياء وإمام الحنفاء قد وأم إن إبراهيم كان أم تخذوا أم التوعيد والجهاد وحط تحطيم الأصنام والإخلاص لله حتى أمر الله أن يذبح ابنه فاستجاب أمر الله أن يضع زوجته وابن الرضيع في مكة في وادة غير زق فاستجاب حتى شهد له رب العالم فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم مع ذلك يقول وجنبنا وبني أن نعبد الأصنام وإحنا نقول ليش توحيد توحيد ولا ما عندنا في بلاد قبور لا يا أخي القبور موجودة في كل مكان وأهل بلاد القبور يوفدون إلينا ونفد إليهم ونصاهرهم ويصاهروننا ووسائل الإعلام اليوم حتى الأفلام حتى التمثليات يقلدون لك الأدوار الواقعية ويجيبون الشرك ويجيبون التبرك ويشعرون البخور والناس تشاهدهم عوام الناس ويتأثرون فيهم ويمثلون هذا كله موجود يا أخوان الغرب الغرب لما ضعف عندهم لما ضعف عندهم اللجوء إلى الكنائس وكفروا بالكنائس وتوجهوا إلى العلمنا وتركوا الدين أخذوا يشيعونها عندهم أن اللي يعلق الصليب لا تأتي إلى أرواح الشريرة مهما يفسد مهما يفجر علق الصليب ويعمقون أفلام وقصص قصة كاملة وإلى فيلم كامل نسى الصليب تجي إلى أرواح الشريرة علق الصليب فراحة إلى أرواح الشريرة كلها حتى يتعلق بغير الله وتظنوا أنه ما فيه مسلمي عالقون ايش راكم في ناس مسلمين علقون شيء ما يدون ايش داخله هو صليب هو غاط هو حشرات هو صلبان هو طقوس هو طلاسم علق بس خذ وهذا شرك ومع ذاك لو تفحص المسلمين لا يجد لي في رقب تلي في عضل والله غزو غزو على التوحيد ما دائما يحبس ندافع احتاج حتى نهجم في التوحيد هذا عطس خرب خرب علينا الافكار يلا موشت الحمك الله من لي عطس الحمك الله بس خلص صبغة ما ارتفع ضغطي انا ضار بشغل مروحي شوي لا مرحبا بشغل مروحي شوي تعمل بشغل مروحي شوي تعمل بشغل مروحي شوي افراطا في تعظيم الكبور لأشفى تعظيم الأصلاب وهو اليكدائي بالعون الفائد والله أعلم اشتركوا في القناة